استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف صاروخي ومدفعي للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة ومختلفة من قطعي غزة واشن الطائرات والاحتلال سلسلة غارات طالت عدة منازل في أحياء مدينة غزة وتحديدا في الرمال والصبر والزيتون وتل الهوى ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحة ولم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار من الطائرات المسيارة الإسرائيلية هذا قد اتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 27.947 شهيدا و67.459 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي